فضولة الشيخ عطية فقر يعتقد بعض الناس أن الزواب في شهر محرم لا يبود ويرى البعض أنه زواب شؤم فهل هذا صحيح؟ روى البخاري من طريق عروة أن السيدة عائسة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنا بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال عروة وكانت عائسة تستحب أن تدخل نساءها في شوال لقد حرص كثير من الناس على تحري عقد الزواج في يوم معين من الأسبوع أو شهر معين من السنة تحريا يترتب عليه أحيانا نزاع أو تشاؤم وردم بالغيب عن فسل الزواج إن خولف فيه المعتاد من هذه الأوقات وهذه عادة جاهلية ترد على بطلالها السيدة عائشة بهذا الحديث فقد كانوا يتطيرون أن يتشاؤمون من شهر شوال لما في اسمه من معنى الإشالة والرفع فيقال عندهم شال لبن الناقة أي ارتفع وقلب ويقال شالت الناقة بذنى بها إذا امتنعت عن الفحل أن يطرقها فهم يخافون أن تمتنع الزوجة عن زوجها إذا أرادها ويقال شالت نعامتهم إذا ماتوا وتفرقوا والنعامة يراد بها الجماعة فالمهم أنهم كانوا يتطيرون بهذا الشهر ويمتنعون عن الزواج فيه وقد ذكرت كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لفاطمة بمسه على علي بن أبي طالب بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف شهر وحيث قد علمنا أن زواجه وبناءه بعائشة كان في شوال فيكون زواج فاطمة في شهر صفر وذكر بعضهم أنه كان في أوائل المحرم ومهما يكون من شيء فلا ينبغي التشاؤم بالعقد في أي يوم ولا في أي شهر لا في شهر محرم ولا في شهر شوال ولا في صفر ولا في غير ذلك حيث لم يرد نص يمنع الزواج في أي وقت من الأوقات ما عدا الإحرام بالحج أو العمرة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر